ايضا في ضمن التاملت اللي يوفره لك برنامج ساب 2000 واللي يمكن من خلال ان تتعلم كيفية نمدجة الاسلام عفوا السلم لو تلاحظ انه ايضا عندك في ضمن التاملت اللي موجودة عدنا ايش عدنا عدنا السلم او ما تسمع بي الستير كيس طبعا يوفر لك ثلاث انواع في الستير كيس النوع الاول اللي يكون عندك بهذا الشكل والنوع الثاني اللي يكون عندك بهذا الشكل والنوع الثالث طبعا كل نوع الا براميترات مختلفة هذه البراميترات اللي انت راح تعطيها لكل نوع طبعا هي بشكل عام تفاصيل التفاصيل الخاصة في هذا السلم يمكن انه تشاهد هذه المعطيات او هذه البراميترات او الديميشنز من خلال مشاهدة التعاريف الخاصة في البراماتيك لو تضغط عليها بهذا الشي قد يعطيك بلان عليها ويضطيك Elevation ويضطيك كل متغير التعاريف الخاص فيه يعني يعقل لك W1 هو With 1 اله هو يحتبر عندك Story Hate يعني وهكذا عندك عدد Story إلى هذه الأمور طبعا هذه عارضها لك ضمن Elevation وعارضها لك ضمن Elevation ممكن تتدقق في كل تفاصيل من هذه التفاصيل حتى تبدي تفهم كيف راح تعطي البراماتي الخاصة في هذا أو هذا النوع الخاص في ListerCase فلو تلاحظة نوع عدنا فيه Deficient ايش راح يقليك Number of Story والارتفاع الخاص في هذا الستوري ويضا يقل لك Left Level Width يعني السالب X هو 3 والموجب هو 3 وبالنسبة للWidth بالنسبة للY السالب هو راح يكون عندك 200 متر الماكس Mesh هنا ديعمل لك Mesh Mesh Spacing يعني ما أعمل تقسيم اعتمد على أعدادات المesh حتى يعمل Mesh بالنسبة للArea فهنا عندك 0.5 والستير width باتجاه الثنيا هنا العرض الثاني إلى هنا عندك الستير هنا عندك العرض في تجاه الY الموجب هو راح يكون عندك الثنيا هنا نفسها في الY السالب الY الموجب أوكي فأي اوكي راح يكون لها الarea يضيف ليها بشكل تلقائه قليه أوكي طبعا نسبة لعدد الأدوار راح يبدي يقوم بينشاء عندك هذا الستير case أوكي هذا البلين مثل ما انت تلاحظه نو تعمل عليه Set Disapply option Fill بالنسبة للobject ويمكن انه شاهد على عدد اللي موجوده في اه يمكن انه نبدي بعرضها او ما يبدي يبينينا كيف راح نبدي نعرض اه نسبة الوجيكت نسبة ما في عندنا هذا الشي طبعا اوكي متوفر في وما وتوفر في برنامج ساب انه يعرض لك على عدد الستوري اللي موجودة يبين لك الالوان تفاصيل الالوان. وتلاحظ انه مثل ما شفناها انه التقسيمات احتمد على المشي سبيسينج اللي هي او بوين فايف. اوكي. مثل ما تلاحظ. هذي المش مثل ما موجودة عندك هو احتمد عليها بشكل مباشر من خلال اعدادات المش اللي اعطيتها بشكل مباشر. طبعا خلينا نشاهد النوع الاخر. نذهب الى. نوع الثاني يكون عندك بهذا الشكل. تقريبا مشابه للنوع الاول لكن تعطيفة برامتر اخر. يكون عندك بهذه الصورة. اوكي. وهذا التعريف الخاص فيه. او هذا البلان وهذا هذه البرامترات. هذي تعريف البرامترات. اله هو يعتبر عندك الهيت. الارتفاع الكلي يعني ما في عندنا هنا عدد ادوار. الان هو يعتبر عندك التقسيم. الانجلة. اوكي والان هو يعتبر عندك نبر بالنسبة للريديو. فمثل نتلاحظ انه هذا عندنا اله هذا يعتبر عندك الزيت وهذا عندنا الاكس. فهذي ايه الداة او هذي الديميشنز اللي انت راح تعطيها الى. فتضغط على اوكي. راح يكون عندك بهذا الشكل. يمكن انه اعمل عليه اكسترود. اوكي اذا مثل ما اطيناه في الداة. طبعا هذي ده يحتمد على ايش? يحتمد على نمط انشاء خطوط على شكل سبايرل. فلو تلاحظ في الادية تقريد ديتا. نمتعمل عليه موديفاي. تذهب الى يعني ما في عندك اكس ولا واي ولا اه عندك زيت لكن ما في عندك اكس واي. راح يبدي يعني يبدي يستبدلهم بالار ريديوس والتي. تمام? الار والتي. طيب كيف هذا راح تجده موجود وين موجود في الاساسة ذات تريد تعمله بشكل يدوي. لما تقوم بانشاء او تقوم باضافة مشروع جديد باستخدام اللي قريد. يمكن يعني هنا بشكل مباشر تضغط على كوكي ستارت. احتنا نعرض لك هذي نافذة في البداية. طبعا هنا ده يقلك هنا ده لينيار يعني لينيار باتجاه ال اكس باتجاه ال واي واتجاه ال زيت. ولو انت تذهب هنا على اللي هو يعملك يا على 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 شكل اه ريديول. فراح يقلك اه عطيني نمبر اوف غريد بالنسبة للريديوس. والثيتا المستخدمة والزيت. اوكي? هنا عندك الثيتا. وايضا عندك الزيت. يعني لونج تو ريديوس العدد. واللونج تو ثيتا وبنسبة الى الزيت. والمسافات طبعا هنا ريديوس مثلا ستة متر. وعندك الديقرين المستخدمة هي ثلاثين. اوكي? وثم مع ذلك عندك الزيت راح تكون عندك ثلاثة متر هذا الارتفاع. ونفس هنا بدي يكررها عندنا. يعني عندنا الريديوس هنا ثلاثة متر. هنا الريديوس الخاص في هذا السيركي سبايرل. وبيدي اعطاك اللي هي تي. اللي هو مثله عليك على شكل ثيتا طبعا. بشكل التلقائي. وهذا عندنا الريدي ارتفاع اللي هو اثنى عشر متر.